السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل قصتنا الحضرية والشيخ والبارد الثالث عشر شعرها خصل ثلجي فاتح مكياجي سموكي طلعت تتخبر كل شيء وقالت أنا هاي أنا مو معقول خطيئة مم صدقة بجعنا البيت ودخلنا الاسم الاستقبال فاجأت بالمنظر وما دخلت طق قدامها الورد والتصوير والصورة الأغاني الخطيئة هي واختها وأمها يبتون لأن اسمه وبسمه فقيرات كانوا أجواء حلوة بشكل وراء ساعة تصل جراح جراح علو شلون هامريتي ناسيتني غالي ألو حبيبي شون ناسيتك جراح وليك مشتار لتشني يتي من يوم غالي ليش حبيبي شبيك دزلي نمر أرجع وياه جراح لابو يوين تردين البيت بس زلم اللي سول فيدي شلابسة وجدت بمكياج شارج طالع لو لابسة حجال قالي يعني شلابسة أكيد فستان حوامل مكياج خفيف ومبين وشالي على رأسي جراح حفية روحتي روحي تونسي بس ها لا ترقصي قالي لا مارقص صارت الحفلة والبناء ترقص عليها وجمانة بس يرقصي جواها وياها الليل إجتني إجتني جمانة قالت تعالي بيتي أريدتش بشالله رحت وياها شفت جراح يضحك هايش عندش هنا جراح اشتاقيت اللرنة وجيت أشوفها ويضحك قالي ضربت على صدر أنا مو روح لها لعد ليش صحتني جراح مو آنه جواها غلطت باسمتش قالي هسا أصيحة لك جيت أطلع سحبني من خصري لحظنا ويشم ويبوس بيه مثل المهروس لش دنع الأهل رنة حبت غاليت يا عشقك ما قدرت انتظر جيت أشوفك ومجتغلش خايبة شو شوفني شلابسة من شاف بستاني خايبة شتعلو ديكولين ما الحوامل ووين بطنك وباع المكياج ديشوف يدي شلون الطالعات شيني هاي وليش اي حبيبي غير كلوشة شبيرة بين بطني وبعدين موك وبس بنات وإذا يديي طالعات وهذا الشال بيدي جراح ولتش شوفي زنولتش آخبوية شوف تري خرب ضهرج نصة طالع دي نزعي مو أحسن غالي هو جراحة عرفك أطلعها من عيني جراحة خذتها الصدري لج غالية مو بيدي غار عليك ومن الهواء وبدي أضمتش بضلوعي غاي حبيبي بس هي كلها بنات من شنو ضغا جراحة غارة من البنات ومن الطفل حتى من الموية غار عليك غالية جراح جراح يا عمري جراحة غالية أحبك جراح شيني بعد بلا قوليها أحبك يا أبوية هس ردت روحي وأنا عشقتش راح جراح للبيت وأنا رجعت للحفلة إجا صقر أنا لبست شالي وعباتي صقر بس يباوع لنسمة شلون حلوة أخذوا الصور قصوا الكيكة بها صورته وصورتها أسمعهم صقر عاشت عاشت إي جغالية عمي أنت معدلة غالية ادل للأخوية كم صقر عندنا في دوات غيتي بعدها أخذنا الصور وكملت الحفلة وحفلة صقرها مات كملت رجعنا للبيت تعباني كل من عرفته بعد تنظيف طبعا صارتها اللي كانت تعب سحبت نمت سباحة ونمت جراحها راحل ونمالتين أيمة شاو أنا أبقى وحيدي قاعدة غالي أفد وجراح تعباني جراح تعاي رحضيني ويروح التعب تغربت لها غالي أصبح سباحة وتريقنا وبعدها راحت النسمة أخذنا الصالون كم نلتم الصالون وأخذنا البيتهم وتصلت بجراح لحتى تجزع فيه نسمة بدلتها من فوشة وبدان كي بور وطرحها خليجية مكاتشة وتسريحتها خليجية وصقر ما لابس قاط ولبس دجلاشة وعقال عبالك عريس خليجي دخول للإستقبال يلا هس القاعة واتناثر عليهم الورد جواها جمانة وانا لابسين نفس الشي وردي وبيدينا سلات الورد على العرسان كانت عيون جراح عليها كل شوي يغمز لي حتى بصوات طالة يغمز هي أخذناها في البيت لليل صار العشزة فينا العرسان فضت هوسط الناس بدت تخف بغينا النظر في البيت راحوا عمامهم بيت جوادة تصلوا بهم نها من هارة خطيفة رجعة وإلهة اشقد غهرت نحالتها صعد سباحة وغلست من جراح كمل عرس صقر بخير وكان أحلى عرس مرة الأيام ودخلت بشهر اتوسل بجراح بس اروح الاهلي من يقبل يقول لي مو يجونا مو اجو ورزواج جراح ما شبعتي منهم بالليل ناعمين وصار عندي وجه فضيعي قعدت جراح خطيئة احتار وشنو يسوي راح يركض الأمة وانخبص البيت الساعة بثلاثة بالليل وأنا أبتشي أريد أمي وجراح يقول لي أنا أمتش أنا كل أهلك الألم يموت اخذوني المستشفى خاص بعض الساعات من التعب صار الولادة وصار عندي أمير كان الاسم اختيار جراح قعدني انطرني الطفل أحساس حلو من تكوني الأم وطفلك بيني تيتش للصبح طلعت البيت وجراح محتار شنو يسوي نري خافي الغرار للطفل يقول لا أذي أو ما أعرف ما أعرف لو يضحك وأم جراح كانت فرحانة عبالة مهدها أحفات ومرت الأيام أموري بكور يكبر ويشبه جراح بولاتي جوي أهلي وبقى أسبوع من صار لي أشهر بعد الولادة هما جراح ما قبل أروح يقول شنتي واحدي واحدك ما أقدر على فراجك هسوي أموري جراح إذا طلع الشغل يبقى كل شوي يتصل يسأل علي ويجي من شغله يبهوز به حتى لو ينام يقعد يقول من صديق نصير أبو وهيتش نعمة نعمة عندي مرة تصقر نسو محامل وبتوم جمعنا الخطبة الإبن خالها وعلياء الأخو نسمه الثاني علي وأفكان استقر أبو العراق ما يقبلون للزوجون خال أم علي وأم جراح كل يشوفونهم عروسة بس ما يقبلون نمر دخل جامعة واستقرب به تجواد بأيام العطل يجي وخطبوا له بسمة بسمة كانت حسما مفاجئة إني ابني صار عمره سنة ومجنني أركض ورا جراح صار ما يفارقني يحبني أكثر من قبل بس غيرته كله ممنوع زادتي بيوم وتعركت ويا أريد أروح إليه لما قبل ماما مريضة قاعدت ابتشي وتوسل يقول لي اتصلي كاما روح ساعة ونرجع أدري هما ورا البيت ساعة وأرجع بس جاباه غافظ بغاية ابتشي صار عصبي وطلع من البيت وصلت على أخوي قال ماما هس طلعناها من المستشفى تخبرت بغاية ابتشي وقول لي يجي ياخرني قال جايج لما ملابسي ولابس أموري قاعدت انتظره وإحشك من البتشي خايفة على ماما بنفس الوقت خايفة من جاباه شنو ردت فعله من يشوف أخويه ما سيسوي لما يرحم ولا يخلي باحمة الله تنزل كم ساعة واتصل أخويه قال أنا بالباب نزل بدخلت البيت الشيخة تفاجعت صرفت إليها على جراح ووضع عمي صعب قال انتظري زلمتش انتظرت جراح تصل مريض زعلان عشتو دزيت لمسي الجراح حتريد على اتصال لروح الأهلية هس هذا أخويه قاعد ينتظر ما رد شويه وسماعت شخط الشخطة السيارة نزل منها معصب دخل البيت لش غالية شهل وسكرة شاف أخويه قال يعني صدق تحجين غالية أي صدق ما بغى عندك أريد الروح الأمي أنت ما ترحم حتش وأبشي جراح طلعا طلعا من البيت ما قو أكثرها بجدش قلت لك أنا أخذش ونرد بس صبري رجع أغراضك ويلا ونزعي عباتك قال لي ما أبقى هس أروح ويا أخويه ما أبقى بغى جراح وأخويه يحشون وأم جراحهم علي قنعوني أصعد فوق وأنا أبشي مارد أهلي كافسة جني سنتين عند ملخة روحي وأبشي وتوسل الأخوي يأخذني ويا جراح قال إذا طلعتي مالك رجع خلها ببالك وقال الأخوي أخذها حاول يأخذ أموري بس ما قلت أموري بقى حاضرني ويبتش وياي تغرب لي جراح سحبت إذا قرفت أمه قالهم بس كلمة وخليها تروح كنت تخايفة منه بس دخلت القرفة أمه سد الباب ونزعني شالي بقى يشمر وروحتي بروس بهدو أحبش غاليتي أحشاقش بسودا بيتش إذا رحتش طولت ترافت الجسمي فهو كل هين ذبحوني بيتش شفائفش آقاليتي كسرتي قلبي وأنا إذا ما رحتش وكت أشوف أمي وإنت ما تقبله وحلوم دقولي ساعة وأرجعش بس بقى ساكت رفع راسه وقال إذا طلعت يتحملين تردين غاليه مو إذا أن تكسر كلمتين أخذ عباتي أخذت عباتي بشالي وتغربت له بس تبخده وطلعت ابشي أخذت ابني الحضني وسلمت عليهم وتغربت الشيخة حضنتني قالت كسرتي أوليدي بس حقش ومش هاي سلمت عليهم طلعت ويا أخويا طول الطريقة بشو وصلت للبغداد الله يا ريحت هلي طلعت منيش عروسي جيتش بيدي ابني ومعرف ما صيري شنو أخويا قال وصلنا لبيتنا إي بيتنا الله الله ما متغير شي فتحت الباب أبو راحظني وأخذ عموري أخواني أخواني وخواتي زوجات أخواني وأطفالهم تحس من صديق بين أهلك بس ناخصك شي حبيبك رحت الماما كانت تعبانة حبيبتي بقوا يسألوني أنا بس أبشي أخويا سألهم شنو صار ويا بقيت يا ماما أريد أشبع منها أختي قالت غرفتي جاهزة مشتاقية لها غرفتي بعدها موجودة بابا قال منو يتجرى يوصل إليها وأنا موجود ويضحى صارتي غرفتي أحلى أيام كانت عدم مسؤولية واهتمام كلها من الأكل ومستسرات ملاب صفة الجراح أتذكر أياما حتى الموح الواحبة رسالت أموري قلت لنا ونام وكلت ونام وأنا رسالت ونمت شوية قعدت على صوت أموري بشيريد بابا سكت ما يقبل لأشيو على التليفون يعني التصلبي زي جوا أخذوا أخواني يشتروا لي سكتوا لي ما يقبل نحس وبس يبتشي اتصل بابا اتصل بابا وجراحه ونطأ أموري يحكي ويا بس سماع الصوت أحس قلبي فز من مكانه ما قدر تتحمل صارت القرفتي أبتشي عبالك متفارقة تبو صار سنين ولا عبالك كم ساعة هيش وقت نايم نايم هو أموري اشتاقيت له أوف جراح